موسيقى اليوم سوف نحكي عن هذا الـ H6 الجيل الثالث هذا 2021 أحدث موديل وأعلى مواصفات ممكن أن نتحصلها بهاي السيارة سوف نرى معكم ما هي الشغلات الجديدة التي اجت بها الجيل الثالث الـ H6 عن الـ H6 العام الماضي لذلك هذا الفيديو ستكون بمميزات وتقنيات الجديدة بهاي السيارة التي لا تحصلها بأي نوع آخر غيرها لذلك ستعرف كل شيء عن هذه السيارة سواء بحيث الشكل أو المحرك أو الأداء أو حتى الأمور التي تحتاج أن تعرفها بخصوصها لذلك سنبدأ بالشكل الخارجي سوف نحكي كل شيء عنه والشغلات التي بيه فأخليكم ميانا طبعا شكلا السيارة تشوفون الشبك الأمامي بصراحة يطيها شكل عصري وفخامة مثل ما معروفات سيارات هافال اللي طبعا شفتوني حكيت عن الجوليون قبلها والآن هذا الـ H6 شوفوا شبك يعني أنيق جدا مثل ما تلاحظونه كبير ونلاحظ هاي الكاميرا الموجودة بي وهذا شعار هافال هاي الكاميرا اللي مستخدم الكاميرا الأمامية طبعا اللي تستخدم بالـ 360 درجة اللي راح نحكي عليها بعدين التقنيات الموجودة بيها شوفون هذه الحساسات كاملة دي كارث بين هذه السيارة مواصفات فولي يعني كامل المواصفات راح تحصلها حتى الـ LED راح تشوفون الإضاءة كلها LED فيجين كاملة يعني إضاءتها أنا شوفها ممتازة جدا صراحة أغلب المواصفات اللي موجودة هنا ما راح نحصلها أكيد يعني اللي بيها حساسات بيها رادارات أمامية تساعدك أنه تنطيك وتحدد لك المسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك أنه بنفس الوقت راحت يعني بيها خاصية الـ Auto Stop اللي توقف إذا تقربت جدا حتى تمنعك من الاصطدام سواء بالسياقة الطبيعية أو بالسياقة يعني من السوق على البيئة الخلفية نفس الحالة راح تستغل عندك هالخاصية اللي صراحة ما موجودة مثل ما قلت به هواي سيارات أنه تنطيك Auto Stop إذا تقربت يعني بصورة مفاجئة من أي شيء بنفس الوقت تعالوا خنشوف إحنا عدنا أيضا كاميرات راح تكون كاملة دائر ما دائر السيارة هالكاميرات راح تساعدك أن تطيك رؤية متكاملة للي حولك وبشاشة واضحة جدا وهذا الشيء أكيد أنه راح يمكنك أن يسهل لك عملية القيادة بصراحة بشكل عام دعنا نشوف الويلات شوف الويلات هنا يعني الويلة هنا راح يكون حجمة 19 إنج مثل ما تلاحظونها بهذا الشكل ما له أنا شوف السيارة أنيقة بصراحة شكل من الخار راح تشوفها جدا أنيقة وحتى إذا تجي وتشوف الباب فتح ذكي بي هيكون عن طريق البصمة مثل ما اللاحظة وبنفس الحالة راح تكون عندك البانوراما بالأعلى وبنفس الوقت الشغلة اللي انضافت الجديدة بهاي السيارة راح نحكي عليها طبعا من الخلف من الشغلات الأساسية اللي تغيرت طبعا بالجيل الثالث هو شكل ستوبلايت الخلفي تلاحظونه صار متصل بالكامل وأكيد هذا الشيء أحلى بكثير صراحة بالنسبة اللي أنا أشوفه وبنفس الوقت راح تشوفون هنا الاسم H6 2.0 GDIT وهنا نهج العراق الوكالة الرسمية الموجودة لشركة هافالب العراق طبعا الشيء اللي تغير أيضا هو الصندوق صار كهربائي ديش النسخة ما كان كهربائي تقدر تفتحها من طريق السويتش مباشرة مثل ما تشوف أو تقدر يعني تفتحها عن طريق هذا الزر الموجود هنا أو عندنا زر من الداخل تشوفونه راح يكون كهربائي بالكامل وهذا هو الصندوق مثل الخزن الموجود لاحظة يعني حجمه جيد جدا وهذا الاسبير راح يكون موجود عندنا هنا راح نشوف حتى إضاءة موجودة بيها راح تكون هذه الغطة اللي تحب أنت تخليه وتغطيه غراضك إذا تحب عندك أي أشياء تحب خليها بالصندوق أو حتى تقدر تشيلها يعني هاي القطعة كلها تقدر تشيلها إذا عندك قطع خزن أكبر ممكن أن تستفاد من عندها طيب حتى تسد الصندوق عندك هذا الزر مثل ما تشوفونه بالأعلى أو حتى ممكن من السويش أو حتى ممكن تلقاه من الداخل لذلك إضافة هاي المواصفات راح تزيدها سهولة بالاستخدام لأن السيارات الراقية والحديثة يكون الفتح عن طريق السويش مباشرة وما يكون بالإيد بصورة يدوية خليني حتى على الدواخل طبعا السيارة تشوفون أكثر الأمور اللي يتميز سيارات هاي يعني مقارنة بالسيارات الثانية بفئتها السعرية أكيد دواخلها تشوفون الدواخل كله يعني شغل جلد مثل ما نلاحظه والشكل العصري اللي يتغير بالنسبة للشاشة للشاشة العرض أو الشاشة الخاصة بالداش بورد مثل ما تشوفها شاشة السائق مثل ما نشوفها حداثة وأكثر أناقة شاشة كاملة هنا 12 إنج هاي حجمها طبعا راح نحكي عنها بها تفاصيل كل شو هاي وعدنا هذي الشاشة هنا حجمها 8 إنج مثل ما نلاحظها شاشة السائق هذي الشاشة أيضا شاشة الكترونية بالكامل تعرض تقريبا كل التفاصيل تحتاجها أنت كسائق طيب خلني يجي هنا هنالستيرن مثل ما تشوفونه نفس الحالة كلها جلد الحلو بيهن أنه السيارة يعني بها لمسة جلد وشغل يدوي واضح جدا ومتعوب عليه فتحة التبريد راح تكون هنا موجودة وهذا القطع كلهب طيب إذا نجي للبيبان تشوفون هنا نفس الحالة جلد كامل وهنان اللمسة الفضية وأكو لمسات بها ألوان أكثر تختلف حسب لون السيارة اللي انت ما أخذها وبنفس الوقت راح شوفون تحتكم كامل هنا بالجام الأربعة وأيضا راح يكون هنا تحكم كامل كلها كهربائي راح يكون عند المرايات الجانبية وأكيد الأقفال الخاصة بالأبواب وعدنا هذه الأربعة أزرار للفتح الصندوق الخلفي الكهربائي هذا الشيء أيضا اللي يتغير بهاي النسخة عن هذا السيكس السابق نفس الوقت تحكم كامل بالستيرن راح يكون عندك بالنسبة للشاشة والأكيد الاستجابة يعني الأوامر الصوتية اللي تنطيها للسيارة أكيد هنا التحكم بالوسائط عندك من هيط الصوت والتنقل ويكون عندك هنا راح يكون عندك التحكم بالسرعة هنا انت تريد مثبت السرعة العفوت وبنفس الوقت تقدر انت تتحدد المسافة اللي تكون بينك وبين السيارة اللي قبالك راح تكون كلها طبعا حتى ما تحصلها لأي الأرمات طبعا خلينا شوفوا هنا عندنا بالوسط شوفوها انه هذا القاطع راح يكون بالكامل متصل مثل ما اللحظة و بنفس الوقت بالنسبة للجير راح يكون هذا الجير الفرار الماوس مثل ما نسميه هنا راح تكون عندنا مناطق خزن يعني هنا راح يكون عندنا شاحن وايرلس تخلي موبايلك عندك مناطق خزن بالأسفل وبعد شون عندنا هنا اكيد هذي منطقة الخزن راح تكون عندنا هنا منطقة حجمها جدا ممتاز راح تقدر تحفظ بكل شغلاتك طيب خلينا نحكي على شغلة مهمة هي شغلة التبريد وهذا عامل كلش مهم بالسيارة عندنا بالأخص التبريد حسب تجربة بهاي السيارة صالحة يومين تقريبا سيارة عندي تبريدها بصراحة ممتاز جدا مقارنة تندرض الحرارة الموجودة بالوقت الحالي وتعرفون احنا عدي لها بالجوليان تبريدها بأقوى درجات الحرارة يعتبر ان اشوفها ممتاز جدا هنا انا نفس الحالة صح درت الحرارة بالفترة الحارية بالبصرة اقل من الخمسينات بالأيام الفاتت لكن انا اشوفها جيد جدا بالنسبة للتبريد ويعني ما يفصل للمحرك الفين تيربو يعني اشوف الحمل كمبريسر على المحرك ما فصل عندي نهائيا بدرجات الحرارة حسب استخدامه لان اي شخص اكيد لازم يسأل على التبريد شوفوين انا بالأعلم هذا التحكم الكامير سواء تفتح الغطاء او تسدة او تفتح ايضا الفتحة الخاصة هنا بالأعلى سيكون تحكم كامل بها كلها كهربائية اكيد لذلك تشوفون السيارة مواصفاتها كل شي بها كهربائية للعلم حتى الكسنات الامامي والتحكم بها سيكون كهربائي بالكامل يعني مو يدوي او عتلة بالنسبة لهذه السيارة طبعا هاي الشاشة بها تقريبا يعني كل التفاصيل اللي تحتاجها انت بالنسبة للسيارة على سبيل المثال بالنسبة للقيادة شوفوين وضعية القيادة وضعية التوجيه متعددة شون تريد انت تريدها رياضي تريدها مريح يعني هذي بالنسبة تشوفوين وضعية القيادة بشكل عام هذا اقتصادي يعني هنان حتى يشغل لك الايكو عندك هنان بهاي الشاشة هنان سبورت شغل لك الرياضي مثل ما اللاحظة وبنفس الوقت هنان قياسي او ثلوج للعلم اخوان هاي سيارة مو دفع رباعي تكون دفعها ثنائي ثويل تجي بيها دفع رباعي بس بيها هاي خاصية الثلوج او القياسي اللي تقدر انت تستخدمها نفس الوقت هنان القيادة الذكية راح تنطيك كل الخيارات اللي انت تحتاجها بالنسبة للإعدادات حتى تساعدك بالقيادة الذكية قيادة الذكية شون اخوان هذي مثلا مثلا انه انت بسبب التقنية والتكنولوجيا الموجودة بها اذا جاي السوق اول شي تساعدك ان ما تخرج من المسار يعني انه اذا طلعت من المسار راح تراجعك في نفس الوقت راح تنطيك انت تتحكم بالهم بالمسافة اللي تكون بينك عن طريق الرادارات، بينك وبين السيارة اللي قدامك حتى السيارة تخفف يعني مثل ما اعرف انه هاي السيارة بها هاي الخاصية يعني تخفف السرعة حتى تحافظ على مسافة امام بينك وبين السيارة اللي امامك تشوفوونه هناك كل الخيارات موجودة النقاطة العمية كل البang ستقدر انت تفالها نفس الوقت هاي … هايد الرادارات راح تقرع على فتاة المرور بالنسبة للسرعة أو أي شيء وراح تريد تعرض لك ياه بهذه الشاشة الخاصة عندك أنت ما تساغ وبالتالي نفس الوقت تقدر تحدد الإنذار إذا اجتازت السرعة مثلا تقرأ سرعة 80 هنا راح تقرأها لك 80 إذا كان سرعتك أكثر راح تقل لك بأنه أنت أوفر سبيد وممكن أن تعرض نفسك إلى غرامات فراحة بيها تقنيات محترمة جدا جدا شوف أخوان شغلة هذا الزر تغط عليه راح يحولك على الكاميرا ل 360 درجة الموجودة طبعا بهاي السيارة شوف أخوانا هذه الشغلات من أهم الشغلات اللي أنا حبيتها صراحة بسيارة جولان هي دقة الصورة شوفوا طبعا هذه أولا هذه 360 درجة شوف تقدر تحولها 3D شوف هاي الصورة اللي موجودة عندك هاي السيارة أنا حاليا وبالضبط هاي السيارات اللي يمي يواقفها فهاي الصورة 360 أكيد راح تساعدك بعملية القيادة تقدر ترجعها ثنائية وتقدر تختار الكاميرا اللي أنت تريدها حسب ما مثل ما تلاحظون وبنفس الوقت شوفوا هذه الرجعة ملاحظة البيئة المحيطة يعني ينطيك 360 درجة رؤية كاملة للأشياء اللي حولك وكيد هذا راح يساعدك بعملية القيادة وجنبك هواي من المشاكل سواء طفل سواء طابوقة سواء أي شي موجودة في بالك أكيد عينك ما تشوفه راح تغطي هاي الكاميرا عندك لذلك هاي كلش مهمة شوف أخوان أكو شغلة من أهم الأمور اللي ممكن أن تستفاد منها انتبه هاي السيارة وتشوف التقنية هنا شون تتحكم بيها أولا هي إمكانية الركن التلقائي انضافت بشكل كامل الهاي النسخة يعني الركن التلقائي الكامل هنا راح يساعدك أن تركن بصورة تلقائية بمجرد أن تجي يعني السيارة راح إذا فعلتها يعني سيارة حتكشف أي مكان أن تركن يمه باستخدام هذه التقنيات والرادارات والصور مباشرة راح أنه هي خلص راح تشوفها أنه مباشرة يعني هي راح تساعدك عن الركن ما راح تمسك أي شي شوف الاستيارة ان هو يكتر هذا الشي تجربة كل جراقية جديدة اللي ما مستخدمها راح تفيده راح تفيد الناس المتدئين بالسياقة البناتي خافا من الركنات يعني بين سيارتين هذي هي راح تتكفل بكل شي لذلك هذي من الميزات المهمة اللي انضافت هنا بهاي السيارة سواء ركن أفقي أو ركن موازي يعني نقول ركن عمودي يعتمد حسب المكان اللي انت وهنان السيارة مثل ما قال نفس الحال الرادارات من تتحرك الرادارات بس تكتشف أي حركة راح توقف فلا تخاف من أي حادث لا سماح اللي يصير لأن هذا الشي راح يكون ممتاز والشغلة الثانية الأهم الشي الجديدي اللي شفته هنانا موجود فلنفرض انه انت ركنت يعني طلعت يمين وشمال وبعدين حاولت أكثر من حركة حتى تركن من تريد تطلع السيارة راح تحفظ المسار نفس اللي انت يعني تحفظ حتى تقريبا خمسة واربعين متر يعني المسافة راح يحفظها المسار اللي انت تخلص بي والحركة اللي سوتها بالضبط وهي راح ترجع لوحدها شوف السيارة بالضبط وكأنه أنا عايد الفيديو شويلة لكن بالحقيقة هي لا هي السيارة هي راح تسوي هاي العملية وهاي التقنية بأنه راح ترجع وراح تاخذ نفس المسار اللي أنا بديت بيه إلى أن توقف وهذا الشي صراحة كل شراقي وين راح يفيد راح يفيد بالركنات الصعبة جدا لما تدخل وترجع وتحاول تدخل سيارتك احنا راح تحفظها فهي راح ترجع مثل الطريقة اللي دخلتها بيها وراح تجنبك هواي من الإشكال والأخص للسواق اللي يعانون من هاي المشكل شغلة أخرى نظام التحكم الكامل بالتبريد مثل ما تشوفونه الكشنات ايضا احنا راح تشوفون بيها تبريد وهواي أمور فهاي السيارة من السيارات يعني والمواصفات متل ما قلنا لذلك اشوفون اعلى مواصفات موجودة بيها خلي احنا نجي نحتي ونشوف القعدة من الخلفيها بكشنات نفس الحال تكون جلد محتم هنا راح تكون عدنا متل ما تشوفون هذي التكها وهذي الحافظات وسعتعد هنا مالأكواب راح تكون وبنفس الوقت طبعا متل ما قلنا الكشنات كلها راح تكون جلد هنا راح تكون عدنا بدخلين هذي ما التبريد وهنا مثل ما نلاحظ هذي اليو اسبيات الخاصة بالشحن والشغلة اخرى هي الارباك سيستم مثل ما تشوفون هذي بكل مكان موجود عندك ايرباكات سيستم لذلك احنا نشوف التطور اللي جاي يصير صراحة موجود بالشركات الصينية سواء من حيث المتانة من حيث المواصفات اللي يقدموها وحتى من حيث الاسعار اللي يقدموها مقارنة بمنافسين انا صراحة متفوقين عليهم من كل النواحي من حيث الدواخل شوفوا الدواخب شوفوا هذه البانوراما كلها السيارة بصراحة يعني فخمة جدا من الداخل وحتى هنانا تشوفون هذا الجلد شوف هذا الجلد الكامل كلها هذي المصدر اللي تخلت تبدي منها بالكامل وتنتهي عند الدشبول الامامي وبصراحة هذا الشيء رح ينطيفت لمسة مرتبة جدا وخلي هسا اروحوا اياكم للمحرك نحجة على المحرك حتى يناعنا القارج حتى يناعنا الداخل خل رح نحجة على اهم طيب خلي شوي هسا نسولف على المحرك اللي يجب هاي السيارة طبعا المحرك هنانة مثل ما تلاحظونا اربع سلندر رح يجي الفين سيسي مثل ما رفتني الليتر رح يكون موجود تيربو شارج سيارات هافال اغلبها رح تكون موجودة بالتيربو شارج لذلك هذا المحرك رح يكون يعني القدرة مالتها الحصانية 200 و 1 هورس باور يعني اشوفها رح تنطيك بالنسبة للتجربة اللي اخذتها بهاي السيارة كسرعة كمحرك مقارنة بالحجم الخاص والوزن هاي السيارة اشوف الادامات ممتاز جدا بالقيادة بصورة عامة اما اذا تحب تشوف انطلاقتها من الصفر وصولها الى 100 كيلومتر بشقد ممكن ان توصلها خلي نشوف اياكم هاي التجربة حتى نشوف كم ثانية ممكن ان نوصل من السكون الى طبعا 100 كيلومتر باستخدام هاي السيارة وهذا المحرك طبعا شفنا اياكم انه انطلاقت هاي السيارة للعلم اكيد السيارة هي مو سيارة السرعة ولا سيارة السباق السيارة هي سيارة SUV تقدر تستخدمها سيارة هائلية بالطرق الداخلية وحتى السفر براحتك تقدر تستخدمها وهذا المحرك للعلم القير طبعا سبع سرع معدل صرفية هاي السيارة بالسياقة الطبيعية يعني عادة يعني تقريبا 7 الى 8 لتر لكل 100 كيلو لذلك ممكن ان تمشيك هاي السيارة اكثر و 800 كيلو اذا كانت السياقتك مثالية لكن اكيد مثل ما قلنا انه هذا الشي يعتمد حسب السياقة وحسب يعني ظروف متغيرة وبالنسبة اكيد لهاي السيارة فان شاء الله اعجبكم هذا الفيديو اتمنى غطيت كل المميزات والتقنيات اللي اجت بها هاي السيارة بالنهاية طبعا احبب اشكركم واشكر متابعتكم نلتقي بالفيديو القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة